موسيقى 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 يوم 8 مارس بداية نحن يوم طبي الحركة نبركه لجميع النساء وكان نبركه أيضا نضالة حركة النسائية بجميع توجهتها الفكرية كيفما كانت هذه كانت مجموعة الإنجازات التي تحققت والتي نفتخروا بها وخصوصا في المجال السياسي وماذا تعاني المرأة من ظلم هذا أمر صعيب أننا نتكلموا فيه بمطلق لأننا نتكلموا في هو فيه فضاءات في فضاء التنظيم بوحده فضاء المؤسسات العمومية وحدها يعني كل حاجة ممكن أن نقيمها بشكل خاص وأيضا كل منظومة مختلفة يعني حزب ماشي هو حزب تنظيم مثلا مؤسسة ماشية مؤسسة بالتالي صعيب أنه يكون واحد لتقييم عام ولكن هو تقييم في لحظة هذه ممكن نقول أنه واشحنا كنساء سياسيات كان وصلنا إلى ما الذي نريده ومستوى الكامل بطبع الحال أكيد لا مازال مجموعة الأمور يجب أن تجز لكننا نتكلموا في هذا المستوى ونظر لا يتكلم أنه يتحقق وخصوصا على مستوى التقافي الذي ينعكس في المجال السياسي لأن المنظومة التقافية تؤثر لنا كسياسية تؤثر لنا داخل المؤسسة هذا عمل فيها مندمج يجب أن يكون على مجموعة السياقات كثيرة فقط في السياسة الصناعات القرار للمرأة ولا لأي فئة من داخل الأحزاب مرتبطة بمادة الديمقراطية الداخلية داخل الحزب والديمقراطية الداخلية التي تحدد لك وشهر الأحزاب هذه وتعطي فرصة للمرأة وتتعامل مع المرأة كالرجل بغض النظر على الجنسها ولا مياز فبالتالي الديمقراطية الداخلية يختلف من الحزب الحزب يختلف من المسعي التغيير هو كيف ما قلت هو تغيير بداية لأن مجموعة الأمور على مستوى التقافة دينا ما زالت مترصخة ولي تغييرها تقافة بشكل عام كنا عدد من الدول المتقدمة وبقى فيها تحسب على مساهمة المرأة فيها خصوصا على المرسوة السياسية مزان محدودة وبالتالي يجب أن نغير واحد الثقافة واحد العدد من الأفكار اللي ربما تحد من مساهمة المرأة والأفكار اللي هي ماشية فقط غير للمرأة لكن أيضا عند الرجل يعني تقاسم مرأة ورجل هذا مجا مجا أخرى بناء الديمقراطي المؤسسات هو أيضا أمر مهم لأنه يعطي فرص متساوية لأنه ليس مهم سيكون مجددا مثلاً إعطاء معطاة الكفاءة أو لا ما كيبقاش تتعطوه بعد ليك خيطاغ ما كيولي بمرات الأمور كي تكون أمور مفتوحة يعني ما كيبقاش ولكن أحياناً نضاع الكفاءة بحل نقطة وكأنها نقطة ضاعف المرأة في منافسة الرجل في كي يكون منافسة بنا مرأة ورجل هاتشي كي يكون هاتشي أنا الغريب أنني لقيت أن ما شي غير مرأة في مغرب الكزاني لكن في عدد من الدول المتقدمة مؤخراً كان لدينا مثلاً واحد النقاش مع مستشار وزيرة المرأة في فرنسا وتكلم لنا عن نفس المشاكل يعني أنه بعد نقدر تقييم نتكلم عنها فقط حينما يكون تنافس بين المرأة ورجل نتكلم عنها حينما يكون تنافس بين الرجل ورجل طبعاً كيف ما قلناه هو واحد منظومة تقافية خصة تبدل وهي واحد وتعميق دور الديمقراطية داخل المؤسسات بغض نظر على مؤسسة حزبية ومؤسسة كيف ما كان المؤسسة لأننا لدينا الآن مؤسسة مهنية تهيال مرأة فيها نسبياً متراجعة الوراء بسبب هذا الفكرة هذه لأنه المشكل أنه عدد النساء مثلاً محامية في التزايد النساء للطبيبة في التزايد النساء النقابية في التزايد لكن في رأس هذه النظيمة هذو كتلقاء أو المجموعات المهنية أو المجموعات النقابية أو المجموعات اللي كتمثل هذو تجمعات هذي كتلقاء أنه المرأة مرأة يبوصولها ضعيف ودرجاء كيف ما قلناه لثقافة ولي 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 عدد من الأمور الداخلية اللي كتكون متضبطة مؤسسة نحن ما نتكلم عن المرأة المغربية وأنا باش نعقب على رأسي المنسبياً في قديل الثقافة الثقافة المغربية الأصيلة القديمة هي ثقافة بشكل من الأشكال لا تضطهد المرأة لأنه كان لدينا نساء في تاريخ المغرب كان لديهم محل الوجود كان لدينا مرأة حاكمة في إحدى مناطق المغرب المرأة مثلاً في عدد من القبائل وعدد من مناطق المغرب كانت تحكم قبائل بالتالي الفكرة هي أنه إحنا المرأة وجودها الثقافة المغربية الأصيلة والقديمة والمتجدرة ما كانت ترفض المرأة إحنا معمرنا مدخلنا في نقاشات وش مرأة تكون قاضية أو لا تكون قاضية يعني حساسات نقاشات الفقهية لعدد من الدول العربية وعدد من الدول الإسلامية نحن الحمد لله المسيرة العلمية على مستوى الديني كانت محسومة لكن كيفما قلنا بعض الأمور جاءت دخيلة بعد نغلاق عشو المجتمع المغربي ربما بعد سنوات من استعمار وخوف على المرأة كانت واحد الظروف لأنه كانت تراجع على التقافة يجب أن نحي هذه التقافة الإيجابية التي تقبلها كمغربيات ويجب أن نضرب في هذا الشيء الذي نضرب المرأة المغربية بشكل عام ومع الافتخار في هذه المنجزات ويجب أن نكون النقطة المهمة هي أننا لدينا مجزات أكيدة كنف تقربية ولكن يجب أن نتحصن لها لأن إذا لم أحسنتها سيوقع مشكلة لأنه يجب أن نتحصن لها ويجب أن نتحصن لها ويجب أن نتحصن لها ويجب أن يكون عمل جماعي بين جميع الجمعيات جميع الممثلين الحركة النسائية والحركة الحقوقية وجميع الهيئة السياسية والناس الذين يهتمون بقضايا المرأة بشكل عام يجب أن نكون عندنا واحد القناعة بأن قضية المرأة يجب أن تخرج من مجال المزايدات السياسية وأن نخدمها على قضية المرأة كقضية واحدة المغاربة ومشيطة فريق المغاربة ومشيطة فريق المغاربة لأن المرأة على المستوى المهني على المستوى متن التعاونيات على المستوى عدد من المجالات هي التي يشدهم الآن أغلب الناس الذين ينجحون سنالفات الثلاثين النجاحين في باكالوريقان ومفتيات وبالتالي هذا التواجد المرأة في مجالات كثيرة ونجاحها يجب أن يكون عكس عدد من المؤسسات وقد أخبرنا هذا الأدوار الأمم وماذا تجد الأدوار الأمم في طريقة عامية إلى عدد لنجو المرأة والقدرة للمرأة لأنها تسعب وämän المجال الدبلومات على مستوى العالمي في عدد من وزارات الخارجية في العالم يجعل المرأة أكثر من الرجل في عدد من الدول لأن المرأة تكون لديها قدرات جميع لأنها لديها منظومة المشاعر ومنظومة الأحاساس ومنظومة التجارب التي عشتها تجارب هذه المسؤوليات التي تجعلها أقوى في هذه المجالات كيف تكون هذه العوامل هي عوامل القوة؟ هذا هو المهم لأنها لا يمكن أن نضربها في المرأة الأم لا يمكن أن تكون عملها سياسي على حسب أماما ديالة وممكن أن يكون عملها النقابي على حسب أماما ديالة أو على حسب مساهمتها في المجتمع يجب أن يمكن المرأة من إيجابة المجتمعية وحقوقية ومؤسسة ومؤسسة وقانونية لأنها تمكنت تدير الأمرين في نفس الوقت وتشهده واحد المجال كيفما قلت خصوة عمل مشترك لأن العمل مشترك في مغرب واللي كان دائما يدي النتائج تعديل المدونة عندما كان مجال المزيدات كان فيه مشكل ولكن حينما فشكلتنا مع وضياتنا ونقشنا وكان واحد نقاش مجتمعي يستهم فيه الجميع الدال أنه خروج مدونة الأسرة وبالتالي احنا كنصور أنه يجب أن يكون واحد عمل وكل عمل مشترك وعمل منسجم ويكون بعيد عن أي مزيدات باش يقدر يحقق شي حاجة للأفضل ومنطلق من التقافة كما قلنات التقافة الإيجابية مش التقافة اللي جاءت داخلة واللي تبنت على الوصاية ولا الخوف للمرأة في واحد العصور واللي قدت لأنه وتراجع ذلك الحقوق وللمكانة المرأة كانت قديمة في المغرب شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي